السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله نشترك معكم 6 مقبلات لديدة بزاف واختال فانت اتمنى ان شاء الله تشربوها وتردو عليها الخبار كيف العادة وتفضلوا معايا باش تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة احنا غدر نشحر هات البصلة عندي حباتين بصل القليل من زيت الزيتون والملح ملح كي يبقى على حسب الضوء احنا غن نستعمل الملحة باش البصلة طلق ليه للماء غن نشحرها حتى اللون ديالها ذهبي ومن بعد غن نزيد البطاطا البطاطا هنا استعملت انا 4 ديال حبات صغارين ممكن تستعملوا حبتين بطاطس غدا نقطعت هالمكعبات واذا غدا نحاول نشحرها واحد شوية باش البصلة طلق فيها الماداق هاد الوصفة هدي ممكن طيبوها حتى في الفرن هنا غنزيد ثلاثة ديال ورقات ديال للرند او ورق الغار او ورق سيدنا موسى هنا زيت الشيفلور قليل من الماء الماء غدا نزيد غيشي شوية لقبل البطاطا لان البطاطا كتشرب الماء سافي وغدا نزيد هنا يا معلقة ديال الكوري لتقدروا تعودوه بالكركم وهنا زيت شوية ديال المليحة لان البطاطا كتبغي من مليحة وزيت هنا يا شوية ديال فرفلة حمراء حلوة بخلطة مع شوية حارة هنا زيت الزعتر الزعتر كيتواتم زيان مع الشيفلور وغدا نزيد الزنجلان قليل من الزنجلان كيعطي واحد الماء دا قزوين فهدا السلطة هادي اللي ممكن تعاوضوه بالكوكاو ملا بغيتو غي الكوكاو تخليو حتى الاخر ما تضيفوش تابا يعني حتى توجد سلطة عدك نزيدو الكوكاو صافي معلي بقالية غيرنا نحرك مزيان باش التوابيل باش هاد المكونات يشربو التوابيل صافي من اللي يحركت مزيان دا بغدا نغطيها وغدا نخليها طيب شوية عاد غنزيد التوم طابة نص طيبة دا بازدتليها واحد لمعي القديل التوم من بعد غدا نعود نغطيها نخليها واحد شوية تاني تقريبا خمسة دقيق هكذاك من بعد ما مرات خمسة دقيق قلب تلقيت بتاطا طابت شفلور طاب سافيدة بغنزيد ليه شوية ديال القصبر وشوية ديال زيت الزيتون قليل من زيت الزيتون ووحد القطيرة ديال الحامض هات السلطة هادي كتجيل ديدة 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 بزاف وليكلاها كيحسب ليه بحلي في هاللحم يعني في هالمادق ديالها كيجيزوين بزاف تمنى ان شاء الله تجربوها هات السلطة هادي غدا كتكيل بردة وسخونة السلطة ديالبطاطا كتكيل سخونة ما نقدروش نخليها في تلاجة هادي كتاكلها يعني فضك النهار اللي كتحضروها فيه هات السلطة اللي غدا نوجدو ممكن تكيل بردة او سخونة هنا عندي حبة بصل شحر تغيشي شوية ماشي بزاف وغدا نزيد لها هنا حبة فلفل احمر مقطعة صغيرة يعني قطعة صغيرة جدا وهنا حبة جزر مقطعة احتها هي قطعة صغيرة جدا غدا نشحرهم كيف شفتو غيشي شوية ماشي بزاف شي خمسة دقيقة هاك داك وغدا نزيد مع القاديل التون ونزيد هنا يا العدس اللي رقتو وسلقتو وغدا نزيد كذلك اه زراع المفسخ او ايبلي ولما عندكم مش مشي مشكيل تقدرو تعودوه اما بالارز او تاخدو اه زراع تبيته ليلة كاملة يعني الزراع عادي تبيته ليلة كاملة مرقد و الغدلة تتلقوه كياخد شوية الوقت بالمقارنة مع هذا يعني مفسخ يعني كياخد غي شي ساعة ديال الطاي عشرة عشرة دقايق ديال الطاي طافي غدا نشحر مزيان هاد الشي باش يتماجزوا يعني المضاقات ويزراعوا العدس يشربوا المضاق ديال الفلفلة و الثومة هنا غنزيد الملحة لان ضقت القيت شوية نقص في الملحة ولكن لو كتو سالقين الزراع بالملحة را ما تحتاجوه سزيدوا الملحة هنا زيت شوية ديال ففلة حارة وزيت هنا القصبر غي القصبر بوحده وزيت هنا زيت الزيتون صافي ما والحمض يعني ما هاد الصلاطة هادي نخليوها خفيفة ما نكتروش فيها التوابير غي مليحة وشوية ديال الحار ولا البزار لما نبغيتوش نستعملو الحار وشوية ديال الحامض وزيت الزيتون هادا باش غدا نتبلو هاد الصلاطة هادي نخليوها خفيفة وممكن ترافق بزاة في ديال أطباق هادي دا بغندوزو صبحات واجدة دا بغندوزو السلطة الثاليثة السلطة الثاليثة هنا عندي واحد حبتين جذر قطعتهم قطعة كيف ما كتشوفو صغارين وغادنا نزيد عليهم حتى القرعة القرعة هي قطعتها على شكل مكعبات إلا كان عندكم الجذر اللي عندي أنفتي ورقيق إلا كان عندكم الجذر كياخد شوية الطياب يعني غليد تقدروت طيبوه واحد شوية هو الأول عد زيدو ليه القرعة هنا كيف شفتو راني زيت المليحة والتوم والحامض المصير يعني هادو ما الثلاثة الحويج غدا نضيفهم مملولين يعني مليحة حامض المصير والتوم طفيران كيف شفتو يعني ذاك شي كي طبع للمهل يعني غي شوية ما نحتاجوش نزيدو ليها الماء لأن القرعة فيها الماء خيزوتها هو إلا خلينا ذاك شي كي طبعي بالمهل وغطيناه بش يعرق راما كي يحتاج نزيدو ليه الماء وغدا تشوفو بأن الماضا كي يجي مختالف هنا زيت شوية دي الحار هادي تهي مغادش نكترو فيها التوابيل باش تبقى لنا ذاك الحلاوة غالبة ونبقاو نحسو بذاك الفرقة دي الخيزو والقرعة وغدا نزيدو واحد شوية دي الحامض هادي ضغي ضغي هاد سلاطة هادو كيوجدو بسرعة وغدا نزيد هنيا القصبر وضروري ذاك السينياتور دي زيت زيتون في الاخير أنا كتجيني هادي كياء اللمسة المغربية إلا بغيتو تقدروا تزيدو ليها الكامون هاد السلطة اللي فاتت في الحمر درنا الملحة نقصت كيف العادة يعني كان نقص هاد هاد شي كلو غدا نطيبو على نار هادئة زدنا زيت الزيتون وده بغنزيدو مطيشة تبا صافي را القرعة ضغية طابة صرا طابو تلقوه شفتو تلقوه الماء دا بعد غنزيدو اللماطيشة سافي دا بغنحاولو نمعكو هادك الزعلوك ونخليوه خصنا ضروري نخليوه نقاوه نشحرو فيه نشحرو فيه حتى نقص من الماء كيتعلق وكيجي هاد زعلوك هذا كيجي معلق وكيجي لديد 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 بزاف يعني هاد الزلطة هادو ولمقبلات يعني زوينين بزاف تقدر ترافقها بزاف ديال الاطباق وساهلين ما كياخدوش بزاف ديال الوقت يعني كل شي كيتحضر في المقلاء ايه في مقلات واحدة كتحضرو كل شي كتوجدو كل شي فمرة هنا غدا نزيد التومة بالنسبة للتوابيل هاد السلطة هادي هاد الزعلو كذا كيجي معاحت الفلفل هنا زلت الحامض المصير والتومة يعني حاولوا تكترو شي ديال التومة والحمض المصير كيجي معاها زوين بزاف صافي انا كان بقا نضيف دابا التوابيل بشوية بشوية ونحرك باش يشرب ليها باش يتعلق و ودك الماء اللي كيكون في القرعا يتبخر هنا متزيدوش الماء بالمرة هنا القرعارة عرفتو كتطلق الماء خاصة ان دا بقدرناهم لشكل زالوك انتو محد هي غدا كالطيب وكتزيد اطلق الماء دابا انا هنا زلت الزيتون ودائما كنحرك بش تنشف ليها صافي دابا مني بدس كتنشف غنزيد دابا يا فلفلة حمراء اللي كنت شاركت معاكم في فيديو السابق وهنا غنزيد شوية ديل زجابيل ضروري من شوية ديل كامون وشوية ديل فلفلة حارة يعني التوابيل ديل زالوك ممكن نضيفو حتى القصبر حتى هو قصبر يابس والكامون حاولو نستعملو غشي شوية مشي بزاف انا كنستعملو حبوب وكنستمرو في التحريك حتى كتنشف تماما ما يبقى فيها حتى قطرة صافي هانتو ماء هي انشفات تماما تل لون ديالها تبدل زدت ليها هنا واحد القطيرة ديال الحامض القرعة كتبغي الحامض القرعة الحمراء كتبغي الحامض صافي ها وزع لوك ديالي وجد وغنزيدو دابا شوية ديال زيت الزيتو صافي دابا راني نقصت يعني تفيت البوتراغي يعرفتو ديال الضوكة تبقى شوية هادا كيبقى في هادا الحرارة حرارة زدت هنا هادا كتزيت ديال التوم كيبنن لي بحل هادا الأطباق هادي وغدا نزيد القصبر صافي ها هي وجداد دابا هنه غندوزو باش غدا نحضرو واحد هنه واحد تتبيلا اللي غدا ندوزو فيها ليزا اختشو اللي هو القوق القلوبة ديال القوق عندي بيضة عندي فلفلة حارة مقطعة صغيرة ولكن زولوا لي هاداك البودور ديالها باش ميجيكم شحار وهنا عندي نص بصيلة مقطعة رقيق كل شي تقطعوها رقيق والزيتون مقطعة رقيق هادي كتجي خطيرة خطيرة هاتا تبيلا هادي و الحامض المسيّر حامض المسيّر واتوا ما ناكوش قطعتو وحطيتو غيه هنا يحدايا وكنمور يعني داك شي على طبيعتو صافي هادي كالفلفلحة ما داك التحميره كنبقى أولى الفلفلحة مرة كنبقى نطحن غي القياس مرة مرة كنعود نطحنها اللي كنت شاركت معا كل مرة اللي فاتت ونزيد شوية الحار لان الذك الففلة حارة معازونا لها البودور ما كدت تعطيش بزاف المدقة دي الحرور وما جاش حار بالمرة هيدا يعني ما تخافوش من الحار غي ضوزي وغي تستعملو غي شي شوية ما تستعملوش بزاف والملحة وهنا غنزيد سميدة سميدة اي سميدة عندكم تديك الرقيقة ممكن تستعملوها وزيت الزيتون وشوية دي الزعتر فصراحة هدي ما بقيت عقلة وشفيتها تشاركتها معاكم دايما كان هاد تتبيلة هدي خاصة بيا دايما تنذيرها انها كتجي لديدة 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 بزاف يعني تقدروا تدوزوا فيها بطاطا تقدروا تدوزوا فيها بزاف دي الخضر وكنزيد هنا يا القصبر قصبر كنت قطعت واحد الكيمية كبيرة وحطيتها وبقيت فيما كان نوجد شي سلاطة كان ناخد منه هنا عندي هنا يا القوق اللي سلقته وغدا نزيد دابا ناخد هاد تتبيلة هدي ونحاول ندوز هاد القوق في هاد تتبيلة او هاد شرمولة هادك البيضة علاش كنزيدها غيباش كتلسق فهاد الصلصة هادي كتلسق في الحاجة يعني لادرنا شي اي خضرة اي خضرة استعملتوها كتلسق فيها وكتجي لديدة بزاف يعني هدا ودور ديالها البيضة صافي شعلت الفران دابا ركي يسخن درتو الدرجة ديال حرارة دياله ميتين وهنا اخذت واحد هاد غيب تزيين لتزيين فقط يعني ممكن استغنو استغنو عليه ولكن را مطيشة مع مطيشة مع القوق ركي كتوتها معا لان مطيشة حامضة والقوق كيبغي الحموضة صافي دخلت هالفران ودابا غندوزو باش نحطروا واحد الصلاطة اخرى هاد الصلاطة هدي تهي كجيل دي هاد صلاطة دياله مختلفة همختلفة على اللي مول فين كان شوفوه هنا عدنا واحد الحبة كبيرة ديال البصلة ولا استعملوا حبتين غنزيد احنا زيت الزيتون هني البصلة ضرورية ضرورية هنا البصلة لان هاي اللي كتت يعني كين انشي صلاطات كنستعمل البصلة كين انشي صلاطات كتمشي معا هم تومة كتر من البصلة وكين انشي صلاطات لكن استعملهم بجوجي لا لحتو هاد صلاطة ديال البسباس ضروري البصلة فيها شحرت البصلة ومني شحرت البصلة غيشي شوية مشي بزاف غنزيد عليها البسباس اللي قطعتوها هكا على الطول وغنزيد هنا عصير ديال حبتين ديال برتقال البسباس والبرتقال هاد تونائي هادو كيجو مع بعضياتهم بوحد شكلة رهيب يعني كيجو زوينا بزاف هاد البسباس هدا انا مكنش كيناكل البسباس حتى اكتشفتها كبزاف ديال ديال الانواع ديال الصلاطة ديالوعد وليت كناكلوه هنه كنزيد الملحة شوية ديال الملحة انا هادي حضرتها على يعني جات ملحة مجاتش حلوة وخفيها البرتقال اي لا بغيتو نديرو اديروها حتى حلوة ممكن ممكن زيدو لها الزبيب ممكن هنه غدا ناخد الازير غنحطوه هنه غيب من الفوق باش يطلق الماضاق صافي وغدا نغطي المقلع ديالي حتى يطيب داك شوية يشرب داك يتعسل داك البسباس لانه غدا يشرب البرتقال اللي كين كامل صافي وكنزول داك الازير او اكلي الجبل وده بعد غنبدا نشحر فيها البسباس لما كياكلوش البسباس غيجربو هاد الوصفة تقدر تعجبكم ان شاء الله صافي دا بغنبدا نشحر فيه غدا نزيد الفلفلة حارة ما تخافوش منه ما كدجيش حارة بالمرة غناخو طي واحد القطعة صغيرة ماشي بزاف طيب 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 الحال كنزول داك البودور لانهما لكي يعطو الحرارة الحرورة كتعطينا هناغ غي المدق فقط كيجي واحد توازن رائع جدا ما بين ذاك الحلاوه البسيطة اللي كين في في البسباس والبرتقال وذيك النكهة الحرورة يعني ما تجيش حارة وفي نص وقت كيجي واحد التوازن في المعضاق وذيك الحلاوة اللي كينا حتى في البصيلة كيجيز بينا بزا في هات الصلاة هنا ضروري منع الكوة واحد شوية غنبقوا يعني نشحروها نشحروها هنا غنزيد فيها اناير بزر البيض واحد شوية غير شفتو رغيط ريتقا دي البزر البيض يعني لما كانش عندكم ديروا البزر الاسود ماشي مشكل غيش شوية ماشي بزاف صافي كيف كتشوفو يعني ضروري نبقوا نشحرو فيها حتى تشحر مزيان وغنزيدو لها زيت الزيتون وممكن زيدو لها القصبر انا غنزينها من الفوق بالقصبر ويعني لبغيتو تحركو تخلطوه معا ممكن تخلطوه معا ماشي مشكلة سافي تزيدو لها حتى الحامض غي واحد شوية دي الحامض سافي ها هما السلطات ويجدو تمنى ان شاء الله تربوهم ها يدبا السلطة دي البس بس قدمتها هكذا مع الطماطم كجي زوينا الطماطم بطرية يعني هادو كلي طوماتس وغيز وهنا هادي السلطة دي العدس وهادي السلطة دي القرعة وخيزو وزعلوك دي القرعة الخضراء والقرعة الحمراء سافي وهنايا القلب دي القوق وهادي السلطة دي البتاطا والشفلور وهادي دي البسباس تمنى ان شاء الله هاد السلطة ينالوا الاعجاب ديلكم ونشربوهم قدروا رافقو لكم اي طباق وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة